تسجيل أربعة اعتداءات على الممرضين بـ 48 ساعة الحديث أو القاء الضوء على هذا الموضوع معي ديفي بالستوديو نقيب الممرضين محمد حتام لأهلا وسهلا فيك صباح الخير أهلا بكم صباح الخير خلينا نحكي عن الاعتداءات المتكررة لمسمحها دائما عن الممرضين خصوصا في القطاع العام بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاعتداءات تبقى هي في إطار الحالات الفردية ضمن مجموعة أعداد وأحصاءات المراجعين الذين يقدرون بالآلاف يوميا إلى مستشفيات الأردن الحكومية والخاصة والمراكز الصحية هذه الاعتداءات الملاحظة فيها أنه الحمد لله لم يكن منها ناتج عن سبب تقصير في الأداء أو سوء تعامل من قبل الفريق الصحي إنما كلها اعتداءات ناتجة عن سلوكيات فردية للمعتدين خلينا نحكي الممرضين يعني لهم فترة عم بيعانوا من هذه المشكلة خصوصا بالقطاعات العام خلينا نحكي عن الحالات التي تم تسجيلها خلال 48 ساعة نعم هي حصل حادث اعتداء على ممرضة في مستشفى المفرق الحكومي وكان السبب هو تدخل أحد ذوي المريضة التي كانت قادمة بمجب حالة حادث سير قام أحد ذويها بتدخل في عملية العلاج والاعتداء على الممرضة وتلا ذلك في اليوم التالي اعتداء على ممرض لمجرد أنه طلب من مريض بطاقة التأمين الصحي والمرض ملزم بذلك وإلا الممرض نفسه يعاقب من قبل مزار الصحة إذا قام بعلاج المرضة بدون بطاقة التأمين الصحي وتوثيقها طبعا الحالة الأولى حالة المرضة أدت إلى دخولها المستشفى وهي حامل كانت وحالة الممرض الثاني في اليوم التالي أدت إلى إصابته بجرح قطعي نتيجة استخدام حد ذوي المريض أدا حادة أدت إلى نزف دماء كثيرة وجرح قطعي كبير في المفصل وتم على إثر ذلك دخول المرض أيضا المستشفى يضاف إلى ذلك حالة اعتداء على ممرضة في مستشفى الكراك الحكومي وحالة أيضا في معان ولكن الحمد لله ربنا سلموا ولم تتفاقم الأمور في ظل زيادة خلينا نحكي الاعتداءات على الممرضين حتى في حالات كان فيها إطلاق نار على ممرضين خلينا نحكي هل هناك مطالبة بتغليد العقوبات اللي أكيد اللي بتوقع على الأشخاص بقومة لك أفعال يعني هو لا يمكن منع هذه الاعتداءات بشكل قطعي لأن هناك آلاف المراجعين ولا يمكن لوزارة الصحة أو غيرها أنه تمنع أو تقف عند كل مراجع وبما أن هذه الحالات هي محدودة ومعدودة وفردية فالحل يكمن في أولا توفير غطاء تشريعي حقيقي للعاملين في المستشفيات المراكز الصحية في وزارة الصحة وأيضا في القطاعات الخاصة والجامعية وأن تكون هناك عقوبات محددة وواضحة على كل من يعتدي على موظف سواء كان ممرض أو طبيب أو أي موظف آخر وجود العقوبات الراضعة الحقيقة أنه يمنع لكل من تسول له نفسه بتجاوز القانون والاعتداء على المؤسسة والعاملين فيها هذه العقوبات أحيانا تخضع لتقدير المحلي الذاتي للجهة التي تقوم بمتابعة القضية من ناحية الأمنية أو القضائية ولذلك لا بد من توفير بعد تشريعي واضح يحدد عقوبة محددة بحق كل من يعتدي على ممرض هذه الطريقة التي يمكن من خلالها على الأقل معالجة آثار الاعتداء لأنه أحيانا الاعتداء لا يمكن منعه أحيانا لكن بشكل عام لا بد من وجود عقوبات رادعة حقيقية معروفة كي يتردد كل إنسان يحاول الاعتداء يتردد عن القيام باعتدائه ممكنني من قد نوصف دايما الممرض خصومة المشرفيات الحكومية بالحلقة الأضعف هل هناك مثلا خطة من قبلكم لتحسين المستوى المعيشي للممرض؟ بطبيعة الحال الممرض يعني هو حالة فريدة هو صاحب الدور الأكبر ومحور العمل وهو صاحب الجهد الأكبر وهو مركز عمليات الخدمة الصحية بنفس الوقت هناك تسلط إداري هناك انتقاص للحقوق بشكل واضح النقابة قامت بمحاورة الحكومة ما يقرب من عشرة شهور وشرحت للحكومة كل المتطلبات التي يحتاجها الممرض كي يؤدي عمله بحالة من الرضا الوظيفي ولكن بكل أسف الحكومة لم تستجب أكيد أنه عندكم نقابة الممرضين فيه أكيد طور هلأ تطوير أكيد وضع أو تحسين خلينا نحكي الوضع المعيشي للممرض بدنا نعرف هلأ لوين وصلتوا بضمن المناقشات اللي عم بتصير المطروحة حاليا؟ فيما يتعلق بالحكومة لمناقشات أصلا مع الحكومة لكل أسف رغم أنه حصل يوم 25-22 حصل توقف عن العمل ومع ذلك الحكومة لم تكترث أما فيما يتعلق بالنقابة ذاتها وإمكاناتنا الذاتية فالحمد لله نحن ربما نكون أكثر مؤسسة في الأردن تقدم خدمات لأعضائها فلدينا برامج تمويلية في جميع شؤون الحياة سواء في المجال المعيشي أو التعليمي للممرضين ولأبنائهم حديثا أقرنا برنامج لمنح الشقق السكنية للممرضين وهذه كلها برامج واسعة هدفها خدمة الممرض من ناحية الاجتماعية والناحية المهنية أما بالنسبة للحكومة الحقيقة أنه لا يوجد استجابة منها نحن حددنا الراتب الأدنى للممرض بـ 870 دينار طبعا تستغربي ربما إذا قلت لك أن الراتب الذي يمنحه الممرض الآن في القطاع الحكومي ربما لا يصل إلى نصف هذا الرقم لا يصل إلى نصف الثمانمية وسبعين إلا إذا كان له خدمة 20 سنة يمكن يوصله أو حتى لا يصله في القطاع الخاص الرواتب لا تصل إلى ثلث هذا الحد يعني المعدلات من 250 إلى 300 دينار وهذه أرقام أصبحت الآن أرقام ليس لها قيمة حسب ظروف الحياة وحسب طبيعة مهنة التمريض الشاقة أصلا المشكلة يمكن تبدأ من الحد الأدنى للأجور هل هو فعليا ليس هناك رقابة على الحد الأجنى هل أذكرت أن المستشفيات الخاصة يمكن لحد الأدنى عندها أقل بكثير حتى من المستشفيات الحكومية أو أقل بكثير من الحد الأدنى المسن أو المقرر هل هناك رقابة من قبلكم؟ نحن ندعو المستشفيات أن هذه الأرقام التي تمنح الآن لا تكفي الممرض كلفة الوظيفة لأن مهنة التمريض مختلفة عن باقي المهن يعني الممرض مش دوامه بيطلع الصبح برجع الظهر مثل باقي الوظائف الممرض دوامه ليل ونهار وجمع وأعياد فالممرض بيشتغل مثلا في مستشفى خاص وكل مرضين مش كلهم من عمان هم كلهم من مختلف المحافظات فإذا بديش تغلق مستشفى خاص يعني ذلك أنه بديفتح بيت آخر في عمان ولذلك نحن طبعا تابعنا ودققنا في الرواتب الرواتب منخفضة جدا معدلات من 250 إلى حتى أقل بعض الحالات يعني في ممرضين مثلا يتقاضون 240 في 220 في بعض المستشفيات لكن هذا هو المعدل لا يزيد عن 300 عند بدء التعيين إلا بحالات نادرة جدا هذه الأرقام بالنسبة لنا مرفوضة ليس رغبة فقط في كسب أموال لا إنما هذه الأرقام لا تكفي الممرض حتى لوظيفته فمعدلات الرواتب هذه التي تقل عن 300 دينار يعني أصبحت مرفوضة لم نجد حقيقة أي مكان يوفر راتب على الأقل يصل إلى حد الفقر في الأردن خط الفقر في الأردن 570 دينار خط الفقر فلم نجد أي مستشفى يعطي المرض عند التعيين 570 دينار ولذلك أعوة أنت عم تحكي سواء بالحكومية أو المشفيات الخاصة عند التعيين ما وجدنا مستشفى يعطي 570 دينار إذن معنى آخر جميع رواتب المرضين هي أقل من خط الفقر اتنين طبيعة مهنة التمريد مختلفة عن باقي المهنة مهنة التمريد تكلف بحد ذاته كمهنة كوظيفة تكلف من 300 إلى 400 دينار هذا أمر مدروس لدينا يعني المرض يحتاج إلى وظيفته حوالي 300 دينار فيما يتعلق بأجور السكن وأجور المواصلات وغيرها من الأمور هذا أمر مدروس لدينا ولذلك حددنا الراتب 870 لأنه الحقيقة وجدنا أنه أحيانا المرض تكلف وظيفته 300 دينار طب كيف سيعيش؟ كيف سيتمكن من الوصول للوظيفة إذا كان كل راتبه لا يغطي كلفة الوظيفة؟ بالعودة إلى موضوع الاعتصام يعني نحن نحكي عن يوم الأثنين القادم موعد قريب هل هناك في جدية اليوم أو في جدية بتوقف عن العمل وبقاء الاعتصام مفتوح؟ طبعا التوقف عن العمل أعتقد أنه فرصة حوار عشر شهور فرصة تحذير من توقف عن عمل شهرين التوقف الذي نفذناه بـ 25-2 يعني أليست هذه مواقف واضحة للحكومة؟ بطبيعة الحال 25-3 توقف عن العمل لن يعلق وغير قابل للتعليق هل الحكومة مستعدة أن تنصف هذه المهنة؟ أم أنها ستتعمل استكبارا واستعلاءا؟ نحن نقول لهم هذه حقوق عادلة ضرورية فالحكومة هي التي عليها أن تقرر فيما إذا كانت تريد الحق أو تريد الباطل لكن بالنسبة لنا طبعا بطبيعة الحال 25-3 يوم توقف مفتوح عن العمل غير قابل للتعليق ممكن الحكومة عم تنظر لموضوع يعني خلان نحكي رفع مستوى المعيشي للممرض تنظر عليه من ناحية أنه حتزيد تكاليف على الممرض تكاليف العلاج على الممرضين ممكن يزيد التأمين الصحي ممكن يزيد تكاليف حتى كمستشفيات سواء خاصة أو حكومية هل هذا سيؤدي إلى رفع تكاليف ومصاريف العلاج؟ لا أولا ما نطالب به الحقيقة كله نتكلم عن أرقام يمكن يستغربها أي أحد يسمعها الأرقام التي يمكن أن تلبي احتياجات المرضين أرقام متواضعة اثنين الإمكانات موجودة يعني أعطيك مثال وزارة الصحة هذا العام 2012 الذي مضى أعادت أكثر من 100 مليون دينار للحكومة ظلمت الممرضين وأعادت حوالي 100 مليون دينار احتياجات المرضين لا تصل إلى هذا المبلغ ولا تصل إلى 15 مليون فالإمكانات موجودة ولا داعي لرفع الأجور على المرضى والتأمين لكن فيما يتعلق بالمواطنين لا الحكومة بترفع عليهم الأسعار من دون مطالب المرضين يعني أحنا ما ندخل بهذا الجانب الآن في مرحلة المطالبة لكن أقول بأنه حتى قدم لي اقتراح ليس من جهة حكومية من أحد الإخوة يعني قدم لي اقتراح أنه ما بالكم أنه لو نفرد دينار مثلا لا إحنا رفضنا على المرضى لا لا رفضنا إحنا هذا الكلام إحنا ما بنطالب بحق عشان ترفع على المواطنين إحنا بنطالب بحقوق من ضمن الإمكانات الموجودة المعلنة يعني كل مطالبنا إمكاناتها موجودة لكن الادعاء بضيق الإمكانات غير صحيح حسنا من قال أنه أنا كنقيب مرضين وكمواطن أنا بشخصي يعني أني أنا مقتنع أنه في بالأردن أزم اقتصادي أنا غير مقتنع حتى لو رئيس الحكومة كل يوم بدي يحكي في أزمة أنا بدي أقتنع الدستور لا يفرض علي أني أنا أوافق رئيس الحكومة أنا أقول أن مطالبنا هي من ضمن الإمكانات المتاحة إدعاءات الضيق المادي هذا غير يعني معترف به من قبلنا أنا شخصيا لا أعترف بالضيق المادي أنا أقول بأن هناك سوء إدارة سوء إدارة عامة أدت إلى خلق الظلم هنا وهناك ولذاك تجد أنه كثير من الوظائف وكثير من المهنيين في حالة إضراب اليوم في كثير من الموظفين في عدة مناطق في المملكة مضربون عن العمل أنا متأكد بأنه ليست المسألة إمكانات المسألة إدارة لأنه عندنا تجربة نحن كنقاوة مرضين أنه مطالب كلها يعني إمكاناتها موجودة إمكاناتها موجودة بس هم ما بدهم يعطوا هم الحكومة ما بدهم يعطون حقوقنا ولذلك الناس تلجأ للإضرابات والتوقف والاعتصامات فإحنا مطالبنا لا تؤدي إلى أي تغييرات فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على المواطنين في تلقي العلاج نحن من أمل أنه ما يصير في تصعيد على مستوى الاعتصام تبع الممرضين لأنه لما سوف يؤدي أكيد من عواقب في مؤسسات الصحية والعلاجية لنا في الأردن خليني أشكرك نقيب الممرضين محمد حتعملي شكراً كتير لحضورك اليوم